أهلا بحضراتكم من جديد طيب اتكلمنا بالتأكيد على مباراة الهلال السوداني والأهل بالأمس في الأحداث اللي تمت في ملعب نادي الهلال في الجولة اللسانية من دور أبطال إفريقيا والحمد لله مبارح لما اتكلمنا يمكن الأمور كان فيها ردود فعل إيجابية كبيرة جدا من جماهير النادي الآلي ومن جماهير الكرة المصرية بشكل عام لأن احنا اتكلمنا مبارح على أحداث وعلى معلومات تخص هذه المباراة تحديدا واتكلمنا على الكرة الإفريقية بشكل عام ولكن للأسف طبعا الأزمة للأسف أزمة مباراة الهلال والأهلي والأحداث اللي تمت في المباراة لتليها يعني مقدمات والمقدمات تبدأت من للأسف من بعض البرامج الرياضية في مصر ومن بعض المسؤولين الغير مسؤولين في تصرحاتهم وفي النهاية شفنا المشهد اللي شفناه في مباراة الهلال والأهلي ومن برحة انا اتكلمت وعرضت الاتحاد الإفريقي واخد قرارات في عدة أندية وفي عدة دول ونقل مباراة وإقامة مباراة في العاصمة وقلت أسماء الأندية اللي بتواجه نفس مصير نادي الهلال ولكن كان البعض عنده إصرار أنه شخصا المسألة ويدم ساحة للنادي المنافس أنه يدخل الأهلي طرف عشان كده أقول لكم الأزمة كانت من هنا بدأت من مصر مش من بره لأن الإعلام للأسف في مصر أو بعض البرامج في مصر بتدي مساحة الله أعلم بقى عن قصد أو بدون قصد أو عدم معرفة أو جاهل بالمعلومة الله أعلم مش هندخل في نيات الناس ولكن حتى التصرحات اللي خرجت من مسؤول لرسمي بيمس النادي كانت من ضمن الأسباب برضو اللي عملت شحن جماهيري للأسف وحتى الرد لما جيه من مسؤول في النادي المنافس في البطولة الإفريقية نادي الهلال كان بيرد عليه وبيقول له بهدي لك الفوز أتمنى يكون فيه حد بيحاسب على الكلام اللي بيتقال من تصرحات غير مسؤولة أو حتى اللي بيتعرض حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في إحدى القنوات في منشتات ممكن تكون مسيئة للرياضة المصرية والقرى المصرية ولكن مش عارف الحسابها يبقى إمتى وفين طيب النادي الأهل النهاردة وفي التوقيت القانوني على فكرة مهم جدا لما نتكلم في مسائل متعلقة بتقديم شكاوي أو التعامل مع الاتحاد القري أو الاتحاد الدولي لازم تبص للمعيار اللي المتعلق بالشكل الناحية الشكلية هل الشكوى تقدمت في التوقيت القانوني أو في التوقيت القانوني ليه بقول كده؟ لأن الناس من المبارح عملة تتكلم اشتكي وقدم شكوى انت بتأخر في الشكوى انت 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 يا جماعة كل حاجة لازم بيتم دراستها بشكل سليم وكل حاجة بيتم يعني إرسالها في توقيت سليم انت ليك حق انك تشتكي بعد نهاية المباراة خلال 48 ساعة وبتسدت حوالي 2000 دولار عشان تقدم شكوى رسمية فبالتالي الشكوى تقدمت في التوقيت الرسم وانبارح برضو لما تكلمت على هذه المباراة قلت مش هبدأ اتكلم في التفاصيل المتعلقة بالمباراة اللي لما يكون فيه تقارير وشكوى وقضية قدام لجمة الانضباط النهاردة النادي الاهلي اعلم بشكل رسمي فيه خبر مهم جدا تقدمه صباح اليوم بشكوى للاتحاد الافريقي لقرة القدم بخصوص تجاوزات نادي الهلال السوداني وجماهيرو المتكررة وطالب النادي الاهلي مسؤولي الكاف بتطبيق اللوايح والقواني النادي الاهلي تعرض بالتأكيد من اعتداءات وتجاوزات يعني تنافي كل الاخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة ذلك قبل واثناء وبعد المباراة شكوى الاهلي تضمنت نقاط مهمة جدا اثناء المران الوحيد للفريق في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي اللي هو التدريب الرئيسي اللي بيكون بحضور مرائب ومنصق المباراة المرائب على فكرة من جنوب السودان اسمه ماكوير مايل والمنصق العام للمباراة كان من اثيوبيا مايكل ايروبيلي دول المسؤولين اللي كتبوا التقارير المتعلقة من المباراة مرائب من جنوب السودان والمنصق من اثيوبيا طب اثناء المران قام بعض مشجع الهلال باقتحام الملعب وقصف الالعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف اللي هو مرائب المباراة واللي قام بمعانية الاجسام المكزوفة وتدوين الوقع في تقريره بالمناسبة رغم قرار الكاف باقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري طبقا طبعا لعدم توفر شروط السلامة في الملعب وتم ابلاغ الاهلي بذلك على فكرة هزال اختار كان في نهاية شهر يناير لكن طبعا الاعلام الرياضي في مصر ما خدش باله الا قبل المباراة بـ 48 ساعة الا ان النادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على الف متفرج من جماهيره بحضور المباراة لم يلتزم نادي الهلال بتوفير وسائل انتقال امنة ولائقة للفريق وكذلك غرف خلع الملابس تم طبعا اتغرأت بمية الصرف الصحي عاقب نهاية المباراة عندما نزل الطاقم الطبي لفري الهلال لعلاج احد لاعبيه كما قام احد افراد هذا الطاقم بالاعتداء على لعب النادي الاهل محمد عبد المنعم باحدى الادوات الطبية وترطل على ذلك قيام حكم المباراة الموريتاني باشهار البطاقة الحمراء له وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا الا انه اصر على البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة وراح يكيل بالسباب والشتائم لحارسنا محمد الشناو وحاول الاعتداء عليه اثناء خروجه عاقب نهاية اللقاء احد افراد التاقم الاداري ايضا لفري الهلال قام بالاعتداء بالضرب على لعبنا علي لطفي وكان كمان احد مسؤولي الجهاز الاداري اعتدى على لعبنا حمد فتحي في مشهد بعيد عن كل الاخلاق الرياضية نادي الهلال لم يوفر تأمين السلامة لفري النادي الاهلي وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخلفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الاهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لعبنا اثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بالمناسبة المباراة كانت بدون جمهور والكاف لما سمح بحضور عدد معين كان مخصص عدد للفي اي بي وللمأسورة والعدد ده لا يتخطى مية مية وخمسين فرد ولكن حضر الف في مخلفة صارخة لقرار الكاف الصادر في 24 يناير ما حدث في ملعب نادي الهليوم السبت الماضي هو السوناريو تقرر مرات من قبل وتعرض لعاب الاهلي للخطر في مباراة سابقة قوليكم فاكرينها كانت يوم 1 فبراير 2020 جمهور اقتحمة الملعب وقتها الاهلي رفض التصعيد حرصا على علاقات الطيبة بين الاندية ولكن الامر تقرر وتجاوز كل الحدود وننتظر التدخل العاجل وتطبيق اللوايح والقوانين حرصا على نجاح مسابقات الكاف طيب ده البيان او ده الخبر المتعلق به شكوى النادي الاهلي عايز بس افكر الناس بنقطة مهمة جدا حدثت خلال اليومين اللي فات او الفترة اللي فاتت قلت الاحداث اللي تمت دي لم تكن بعيدة تماما عن الاسباب اللي كانت يعني وراء كل اللي حصل تصرحات غير مسؤولة لشخص مسؤول في احد الاندية بيتكلم فيها ليه الاهلي بيلعب في السودان بدون جمهور وهو اصلا بيواجه المريخ مثلا في مباراة في ليبيا مش في السودان اعلام بيتناول موضوعات للأسف غير صحيحة وبيطرح معلومات غير صحيحة وبيدي مساحة لمنافس بيطرح قضية وهو اصلا ما عندوش حق في القضية وديت امثلة كتيرة جدا بصوا يا جماعة للأسف للأسف الواحد شاف على مدار اخل 3-4 سنين تحديدا مش عارف ليه دايما رغم ان اسم الاهلي ومكانة الاهلي بتحظى باهتمام وتقدير كبير جدا من كل المسؤولين خارج مصر سواء الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او حتى الاتحاد العربي ولكن ما يحدث في بعض البرامج وما يحدث من تصريحات غير مسؤولة لمسؤول ما هي اللي ممكن توصل الاطراف اللي برة لما تشوف ان الاهلي بيتعامل او بيحصل معاه تعامل بالشكل ده خلاص بقى ما انتم منكم فيكم بيحصل معاكم كده فخلاص بقى اعرفتوا الازمة جاية منين الازمة جاية من البداية للأسف من داخل مصر مش من برة المرات الاهلي اكيد هيتحرك وتحرك وقدم شكوى والنهاردة تم ارسال الشكوى ودفع الرسوم المقررة لنظر هذه الشكوى والشكوى هتم عرضها على لجنة الانضباط ولكن عايز افكر الناس بحاجة مهمة جدا هل الهلال السوداني لما تم شكوته من الاهلي رسميا النهاردة دي اول شكوى ضد نادي الهلال لا اطلاقا نادي الهلال تم تقديم شكوى فيه في شهر 9 اللي فات بعد ما حدثت اخطاء ومشاكل في مباراة الهلال السوداني وسان جورجي الاسيوبي ولجنة الانضباط اجتمعت في 12 اكتوبر الماضي وخدت قرار بمنع جمهور نادي الهلال من مباراة واحدة مع تعليق العقوبة خلال 12 شهر بحيث لو تقررت نفس الافعال والاحداث يتم منع نادي الهلال رسميا باللعب بدون جمهور قرار انضباطي مع اعطاء الحق للجنة الانضباط في توقيع اي عقوبات قصية اذا كان هناك افعال اقوى واصعب من الاحداث اللي تمت في مباراة سان جورجي الاسيوبي بالمناسبة في مباراة سان جورجي الاسيوبي التقارير اللي موجودة وانا ما بقولش كلام من عندي ده كلام ده مكتوب على موقع الاتحاد الافريقي ادخل على موقع الاتحاد الافريقي هتلاقوا قرارات لجنة الانضباط يوم 12 اكتوبر فيها كل الوقاعة اللي تمت في مباراة الهلال السوداني وسان جورجي الاسيوبي ايه اللي حصل؟ في دقيقة 65 ألقى جمهور الهلال الألعاب النارية خلف حارس مرمى سان جورج في دقيقة 83 عند تسجيل الهدف ألقى جمهور الهلال الألعاب النارية في الملعب وبعد انتهاء المباراة مباشرة نزل الجمهور لأرض الملعب قبل مغادرة الفريقين والحكم التنظيم من قبل الأمن في الملعب كان سيئا والمسؤولين الأمنيون من الاتحاد الإفريقي لم يستطيعوا السيطرة على المباراة الاجتماع اللي تم في 12 أكتوبر لجنة الانضباط في الكاف برئاسة جنوب إفريقي رامون دهك خد قرار بفرض عقوبة على الهلال اللعب ومباراة واحدة بدون جمهور مع تعليق القرار في 12 شهر القادمين يعني من شهر 10 اللي فات لشهر 10 اللي جاي إذا تقررت نفس الأحداث بيتم تنفيذ عقوبة المباراة وكمان بيتم يعني تصعيد وتجديد العقوبات خلال الفترة اللي جاية تبقى لمطراء اللجنة التأذيبية أو لجنة الاتحاد الإفريقي معلوماتي وحبيت مبارح برضو أوصل للعديد من المسؤولين في الاتحاد اللي فيك عشان أعرف المشهد إيه طبيب نادي الهلال تم إيدانته رسميا من حكم المباراة ومراقب المباراة الناس عتقول لي ما هو اضطرد ما هو تم إيدانته لأنه ارتكب أفعال غير رياضية أثناء نزوله لعلاج لعب الهلال السوداني وبعد ما اضطرت كان يجب مش يطلع برا الملعب خالص وما ينزلش تاني لا في القوانين وفي العرف اللواحي الخاصة بطرد الأجهزة الطبية تحديدا وطبيب الفريق بيطلع يقف وراء السلك برا الباب الحديدي يعني ما بيعودش على الدك يقف برا الباب الحديدي لو حصل أي إصابة المراب بيستدعي ينزل يعالج ويطلع تاني برا لكن هنا الطبيب فضل قاعد على دكة البودلاء وبالتالي ارتكب بخلفة ومعلوماتي ان تم إدانته في التقارير ألا تم إرسالها إلى الاتحاد الافريقي والطبيب بنفسه طلع على الصفحة الرسمية النادي الهلال وقال ان اتطرد بعد الأحداث اللي تمت أثناء المباراة لما نزل يعالج أحد لعبي نادي الهلال السوداني عموما هننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة ومش هنسبق الأحداث لغاية لما نشوف إلا هيتم الفترة اللي جاي ده الجزء المتعلق بشكوى الاهلي وتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الافريقي باللي قلنا بارح واللي قلنا النهاردة أعتقد الصورة أصبحت واضحة لحضراتكم والنادي الاهلي أكيد بيحافظ قدر الإمكان على العلاقات ولكن الكبير عشان كبير لازم يتعامل بمبدأ مختلف عن أي صغير أخرى لكن في توقيت معين لما الطرف الآخر يحس أن انت بيتتجاوز عن كل هذه الأخطاء عشان انت كبير بس بيعتقد أنه هو ممكن يتمادى في الخطأ لا هنا في لحظة ممكن تقف عندها وتاخد حقك بالقانون أيا كان مين المنافس أيا كان مين المنافس بس أنا أتمنى أي مسؤول لو بيتابعني سواء في اتحاد الكورة لجنة الرصد الإعلامي المجلس الأقل للإعلام المشاكل اللي بتحصل في المباراة الإفريقية جماعة شوفوا أولا مين المسؤول عنها هتلاقوا للأسف بعض الإعلاميين وبعض البرامج الرياضية وللأسف مسؤول غير مسؤول طلع ألقى بتصرحات للأسف لا تنم عن معرفته بمفهوم الكورة أو مفهوم الوطنية وهو من يدعي كثيرا أنه رجل وطني نحرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل وأخبار تانية في باية فقرات برنامج الترنت اشتركوا في القناة